موسيقى 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 الانبياء كل الانبياء اللي سبقوا المسيح انبأوا عن ميلاده عن شخصيته عن هويته عن معجزاته عن صلبه عن موته عن قيامته كل الانبياء تحدثوا بمجموع ما تحدثوا به وصفوا حياة المسيح وقبل ان يولد بمئات وآلاف السنين لذلك المشاهد الآن عليه انه يقرأ الكتاب مقدس يقرأ الانجيل الانجيل موجود في اي مكان ممكن يقرأ ويطلع عليه العظة على الجبل في الاصحاح خمسة وستة وسبعة من انجيل متة بتعطيه فكرة رائعة عن الشخصية العظيمة اللي تذهل العالم بميلاده العذراوي بمعجزاته الخارقة التي لا يصلحها سوى الله بأقواله الرائعة اللي ما يمكن لأي نبي ان ينطق بها لما يقول أنا هو الطريق والحق والحياة أي أنا هو الصراط الذي تنشدون أنا الطريق أنا الحق أنا الحياة فلازم نقرأ الكتاب شو اللي بيمنع ان واحد يمسك الانجيل ويقرأه من غير المسيحيين يطلع لماذا نبقى محصورين على بس بمعلومات اللي احنا تعلمناها من اهل نواب لازم نطلع نفحص الكتب والمسيح قال فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي التي تشهد لي ترجمة نانسي قنقر